اشتركوا في القناة لقد كانت شبه جزيرة العرب منطقة هادئة بعيدة عن الصراعات قامت في شبه الجزيرة حضارات قوم عاد وثمود وكذلك دول وممالك اخرى مثل معين وسبأ وحمير في الجنوب والحيرة والغساسنة في الشمال وكذلك كانت هناك مدينة مكة ويثرب في الغرب يمكن ان نتعرف على الاحوال في شبه جزيرة العرب قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ان شاء الله احدثكم اولا عن الحياة الدينية كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الانبياء منهم هود وصالح وشعيب واسماعيل وابراهيم عليهم السلام لذا عرف اهل مكة التوحيد والايمان بالله ولكن مع مرور الزمن اتخذت كل قبيلة صنما مثل هبل واللات والعزة ومنات وكانت الديانة اليهودية والمسيحية في اجزاء قليلة من شبه الجزيرة وبقي القليل منهم على الحنيفية ديانة ابراهيم عليه السلام كان النظام القبلي هو النظام السائب وكل قبيلة لها شيخ يحكمها ولكل قبيلة قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرض بها ومن اشهر القبائل العربية قبيلة قريش بمكة وهل كانت حياتهم الاقتصادية متنوعة نعم كانت هناك انشطة متعددة وكانت حرفة الرعي هي الحرفة السائدة في البادية والزراعة كانت قليلة لقلة الامطار وعرفوا صناعة الرماح والسيوف ونظرا للموقع الجغرافي المتميز كانت التجارة لها مكانة عظيمة وخاصة قبيلة قريش في مكة حيث كانت تقوم برحلتين الشتاء الى اليمن والصيف الى الشام وكيف كانت حياتهم الثقافية اشتوير العرب بالبراعة في الشعر والخطابة وكانت اسواقهم مثل عقاز وذي المجاز ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء ومن شعرائهم النابغة الزبياني يتبقى معرفة كيف كانت حياتهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم كان المجتمع العربي قديما ينقسم الى بدو وهم سكان الصحراء ويعملون برعي الابل والحضر هم سكان المدن يعملون بالزراعة او الصناعة او التجارة كانت هناك عادات سيئة تسود هذه المجتمعات مثل وقد البنات وكذلك شرب الخمر ولعب الميسر والاخذ بالثأر وكانت هناك اخلاق حميدة مثل القرم والشجاعة والوفاء بالعهد والعفو عند المقدرة والصبر وحماية الجار وبعض النساء كنا يحظين بمكانة عالية مثل السيدة خديجة رضي الله عنها اشتركوا في القناة